ولكن رأيت أن الموضوع كثير من خففه قوة تغريدة Elon Musk فهذا الحكي يعطيك مؤشر أنه إذا عندك الـ Control وعندك الـ Keep إذا كان الحكي صحيح ولكنه الآن مؤخرا كثيرا في إشاعات على Elon Musk خاصة عن Elon Musk مضبوط خاصة بعد ما اشترى تويتر هذا الزلامي الذي قلت لك عنه وحاطة الـ Post هو بـ Cyber Security الم lol السبا؟ سبا لدي صوت صور صغري صحيح؟ بحاجة صوت صغري صحيح اعرف السيزار إليك السيزار بعد سنة؟ ميزي لديها الأمور؟ أنا جأت إلى سنة نحن في السنة لكن لم يقوم بإحisiaون البودكاست لم أفهم زرنا حولكم 門؟ نعم كيف أبدأ؟ كيف أبدأ؟ ليس قبل أن أسافر أول ما جيت على البلد أعمل أكثر من بودكاست أعمل أكثر من بودكاست تحياتي لجمهورك الكريم تحياتي لك والجمهور يسلم عليك وسلم عنك سيدي الله يسلمك ويسلمهم ويحفظك ويحفظهم ما هي الأخبار؟ كيف أنت بين دبي والأود وعمان؟ بين العصر والمغرح بين العصر والمغرح لما تخيارها فعلا ما بينه وبين بس برضو الهدف أن أحاول أرجع على البلد إن شاء الله لماذا متاجع سيدي؟ يعني عشان أرجع بدك تلاقي فرصة تكون مناسبة للعيشة يعني عشان كن واقعين بس ما هو بالأودن كمان متغلب صعب الحياة يعني فيه سلبية وإيجابية في كل مكان يعني كشغل الحياة الصعبة في الأردن طبعا تكبس على وجهي أغلبك عشان الفوكش اليوم تسامحوني صوتي شوي تعباد بريض 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 بس المشكلة بعمال الوضع كثير تعيز يعني هنا لازم يكون عندك سستين بس هناك ما فيش انكم بتاتا حسب ظروف الناس وأعمال الناس فيه ناس هناك بتشتغل أمورها تمام ومرتاحة وعندها كارير ناجح جدا بس أنا مثلا طبيعة عملي إنه أنا بحاجة لشركات تقنية عشان أشتغل معهم هيك عملي هناك ما فيش شركات تقنية بتشتغل للأسف الشركات تقنية عشان السوق الأردن شوي ضعيف وما فيه قوة شرائية صح توجهت معظم الشركات معظمها توجهت للعراق نعم هناك عدد كبير من الناس وفيه قوة شرائية فالأردن فعلياً خلال الفترة الماضية ست سبع أشهر الشركة واحدة اشتغلت معها تخيل وفيه صفحة اسمها تخيل تعرفها؟ توصلت معه عشان نعمل البودكاست بس لأسف ما رضيش عليه فعلياً اسمه طارق إنسان رائع جداً إذا بحب يجي على البودكاست إذا إنت نشرت المقطع هذا على الإنستجرام أنا منشنه ومنشني هذا إنسان أنا قابلته كثيراً ناس طلبوا أن نعمل معه بودكاست جداً رائع بس أتوقع مشكلة وعنده بودكاست بس أتوقع مشكلة دبي وعما نحتك بالمشكلة لأنه عايش بالأردن صح؟ هو عايش هون شركته هون عائلته هون أنا قدرت أنني لا أقوم بودكاست على الزوم آه كاكواليتي كاكواليتي مش حلو أنت ما تنسجن بالحوار لأنك شخص يكون قدامك تتفاعل معه كذلك تكون بودكاست ممتع أكثر أنت بتستمتع والضيف بستمتع والناس تستمتع أنا أرجو أحثك أنك تستضيف الأخطار أخطارك إذا أنت سمعنا أنا بشجعك برضو هو عنده تخيل هو مش شغله هذا طبعاً هو فتحها هيك عشان يقدم محتوى مفيد هادف للناس في معمعة المحتوى العجيب الغريب اللي موجود في العالم العربي والله محتوى تافع ونجح طبعاً نجح شوف المحتوى الطويل الهادف أنا بعرف أنه بغلب وبعرف أنه بده وقت عميما يوصل بس هلأ ماشي عليه أنا ومبسوط ممتاز النتيجة الحمد لله بطيئة بس كويسة صالد بصراحة بكفي أنك على الأقل أنك تسعى من طرفك وأنك تقدم شيء فيه فائدة لا أريد أن تسعى أنا لا أعلم فائدة أنا أعتبر حالي أنني زلمي عندي شيء أنا لا أتحدث مجرد أنك تطرح موضوع النقاش عامي أي أنت وصاحبك ممكن تكون تتناقشه بأي موضوع صح ممكن أن يخرج من هذا النقاش شيء مفيد عندما يتوسع مجال النقاش لناس أكثر وكل أحد يعطي رأيه في الموضوع نثري هذا الموضوع نظر اليوم كنا نتناقش لماذا كانت تطهير الولد؟ تطهير الولد لماذا كانت تطهير شيء سهل ليس شيء معقد الآن يريد أن يدفع 1800 درهم لكي يطهر ابنه أهلا كان ذلك كان ذلك الشلبي تتذكر الحلاك؟ الشلبي ليس الشلبي بجزء الحلاك أنا أذكر أن الحلاك كان يستطيع أن يفعل شيء مثلك الحلاك كان يعطي أدوية مثل أبو عصام أبو عصام الشلبي 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 حامل لكي تطهير لكي تطهير رأيك الآن كيف تتفع 1800 درهم تعرف أنه أنا من الناس الذين لم أولد في مستشفى والله داية ولدتني داية أجد وأنا ولدت في فلسطين أهلا أهلا يعني أنا مثلا لم أولد في مستشفى والله ولم أحفظ بالبامبرس أنت من شرايط سيدي شرايط من جماعة شرايط وأنت من جماعة شرايط لا لا أنا موليد لكويت سيدي أنا مدلل إذا موليد لكويت 85 إذا موليد لكويت إنت إذا مستين 80 ممزح معكم يا إخوان ماذا 60 30 540 لكن أنا من القتال أتفكار إذا كانت تقدم ثلاث أشخاص ما هي قصدي؟ جدود جددك وجد جدك جد أبوك ثلاث أشخاص لَّهُرَ كانت تقدم مع عصي مختلف أنت تتحدث ثلاث أجيال ثلاث أجيال فهمت تكفي لماذا قصدي؟ لا يوجد جميع كانت الحياة كثير فرق بين اليوم وبين ثلاث أشخاص عاشوا قبل ثلاث أجيال أنا أريد أن أعطيك شغلة أنا أعوذ الله من كلمة أنا أنا من موليد فلسطين يعني عشنا بفترة فقر في أول فترة من حياتنا أنا أتذكرها أتذكر أنه ما كان لدينا حمام كنا نروع الحمام في الخلاء مجد أنا عشت هذه التجربة بفلسطين بفلسطين فأنت تخيل هذا أنا مش بعيد يعني مش كثير بعيد مش بعيد عشت هذه التجربة والله بس ما طولت عشر دقائق فترة لا الفترة يعني بعد فترة صار في حمام ومشت الأمور بس أنه تخيل أنا لحكت هذه لا بس اللي بيخليك تفكر أنه قديش التطور سريع يعني أنت بقول لك ثلاث أجيال بس كانوا قبل هسه أنت عايش بقوقعة إلكترونية تكنولوجية عندك التكنولوجيا بتحيطك من نومك لنومك سايكل تبعتك كلها مغطة تكنولوجيا واللسه القادم الأكبر جاهلت كتابات تكايل إصطناعي عملي وتشوفك والرابط هذا كل يوم كان عندي دكتور هذا المتابعين أكيد يعرفه جربنا شيء اسمه صونيك صونيك ووب سايت غيره أشي أي آي زي جاءت TGP بس يخصوض مطور حتى جوجل قدمت بارد ولكن هناك مشاكل ولكن مايكروسوفت عملت حركة جميلة بينج مع تشات جي بي تي ما تعرف مايكروسوفت استثمرت بشركة اوبن اي اي بشركة اوبن اي اي هي اللي حاليا صانعة تشات جي بي تي وصانعة كثير اشياء ولكن هذا اهم واحد خلال شهر مئة مليون او شهرين خلال سبعين يوم مئة مليون سبعين يوم مئة مليون مشترك هذا عمر ما صار في كل بلاتفورم فهسا عملت الدمج ما بين محرك البحث بينج مع تشات جي بي تي وابلايد خلص يعني اللي عمل اوبديت على البنج اتوقع هلا بجرد ان نزل اه انا ما جربت بس يعني اذا براش بينج بي يقدر انزل على الابل بانزل صحح ما جربت والله بس يعني مو جربت اللي هو لازم تنزل انت لبراوزر اللي هو اج صح ولا بطل اج بطل شو صحيح تدور على بينج بينج اللي هو السيرت انجن اه طبعا هذا بتنزله بنك فور ماك براوزر اصلا المفروض اسمه كمان بنك لا براوزر اي اج اشي معقول معقول ايه Microsoft Bing for Safari لا لا for Safari on the Mac App Store Microsoft Microsoft I think Microsoft Bing for Safari لا هذا زي extension بكون طب استنى شوية لا لا افتحه اول اولضبط View on Mac اولنه اولي App Store اذهب اذهب اولي ابل اظنى اظنى اولي اظنى 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 it's a software Bing it's a application لا تقوم بإمكانك مصادر لا تقوم بإمكانك المنزل لا يوجد إمائل أين ما يوجد إمائل لا يوجد إمائل لن تقوم بإمكانك أفعل أفعل إمكانك تقوم بإمكانك تتخلص السفارع لا هذا أخرى موجودة موجودة انتظر هذه موجودة 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 هذا Windows Office 365 نعم إنه مستخدم على الماك ولكن على Windows ستنزلها بإدعاء أنا أستخدم بإستخدام أستخدم بإستخدام 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 أستخدام بإستخدام يوتيوب ويستمع بإستخدام بإستخدام لأننا نستفيد أستخدم بإستخدام أستخدم بإستخدام كيف أفعل اليوتيوب لا يكون الرقم مهم قدمه الرقم مهم تخيل؟ كل شهر 40 أعرف كيف أفعل اليوتيوب شهريا لديك نصف مليون سبسكايب أنا لدي 1500 لا أريد أن أتحدث أريد أن أتحدث أتحدث مصاري أحكي أين المصاري؟ 183 180 دولار هذا في الشهر لدي نصف مليون أتحدث في هذا صح؟ أتحدث فيهم أو لا؟ أتحدث في حالة أتحدث في حالة أتحدث في حسابك أنا لدي مشكلة بالإستخدام لا أفكر أتحدث في الحالة بعد البودكاست يجب أن نحلها ألوياك؟ أه ما هي المشكلة؟ أخبرني أحب لك أحكي حالة من ميكروسوفت أنهم يضعوا الـ Chat GPT لكن لم أعرف ما سيكون دورة الـ Chat GPT في الموضوع بالبحث كمبرمج انا مثلا انا لا برمج ولكن انا قلت له شات جي بي تي او البنك ستحكي له قلت له ابني كالندر تقويم جاباسكريبت سي اس اس انا كمبرمج عشان مروح شكتبه انا لحالي ودور على البلغين كتب لي الكود بس باخذ برمية عندي على الوب سايت اللي اشتغل فيه عندك الاخد هذا اشي بسيط ممكن يبني اشياء معقدة كثير واذا كنت عارف تستعمله صح واذا كنت عارف تستخدمه تمسك هذا الكود لتظبط الاشياء انا انتبهت الاكثر من شخص كان ياخد الكود يظبط عليه هل هو بيعمل الكود من الصفر ولا هو بياخده كوبي من مكان لا لا هو اللي بيبني هو اللي بيبني ها هم غذوا هذا الـ AI بكثير بيانات وعلى اساس هذه البيانات بيبلش لا نعرف بالتفصيل ايش بالضبط يسوهم مع هذا الـ AI لا نعرف ما الذي يسوه بالضبط اكثر معلومة هم فعليين بيغذوا بـ data لانه ايش بيعتمد الـ AI بيعتمد على الـ data وعلى اساسها بيبني اشياء جديدة مثلا الـ AI اللي بعمل صور حلوة يريدك تعطيه صور ماذا؟ تعطيه صور ممكن لما تقوله مثلا اعطينه صورة قمر او واتعبر لازم يكون عنده صور عنده صور بجزء ما اخذها من الـ بالضبط او حتى مغدى اعطينه هم سيرفرات فيها هاي البيانات بس يعني لازم يكون عنده وعلى اساسها هو بيبني بيطلع اشياء جديدة مفاهم عليك بس انا قصدي انه هو بيقولك تعلم الحاله من التغذية اللي بتصيل عليه والـ data اللي بتفوت عليه مفاوض يتعلم الحاله بمين قدراته مفاوض ما يكون فيه منه بجوز الـ data كيف بتعامل مع هاي الـ data صح؟ والله مش عارف لما مره فيسبوك عمله الـ project الـ project تعرف هاي الـ نعم الـ project أيضا هذا الـ AI صار يحكي مع السيرفرات بلغة مختلفة هم لا يفهموها هم لا يتخاطب مع الآخر سيرفرات نعم بلغة مختلفة بلغة انجليزية هم لا يفهمون ما يحكي بلغة جوجلها جوجل فيسبوك AI شتد محرك محرك ذكاء إصطناعي محرك ذكاء إصطناعي بلغة جوجلها نعم لغة الخاصة التي لا يستطيع أن نفهمها بلغة جوجلها بلغة جوجلها بخوف نعم بخوف تفقد السيطرة على التكنولوجيا اليوم كان بلغة جوجل بيحكي انه التشات جي بيتي والـ AI وهذه الأشياء كلها ستكون المستقبل كما بدأ الانترنت أنا صرت أفقد الثقة ليس بس بالبرمجة و بالشركات و بكل شيء هم يتحكموا في العالم الثاني اللي احنا مش شايفينهم أنا صرت أفقد الثقة لأنه أنا فاهم أنه كل شيء يهتم بالتحكم فيه اه أنا زيما ما كنتش أعمل بنظريات المؤامرات هاي و القصص هاي بس بلشت أشوف أشياء بستغربها يعني موضوع هذه اليوم ننتقل الموضوع الثاني بس أنه اشي رسمي من الحكومة الأمريكية والحكومة الكندية بطلعوا بإعلان رسمي أنهم أسقطوا UFO صحاً طالب عمرو لم يتحدثوا عن موضوع هذه لا بس في تقارير من البنتاجون من زمان أنه في سايتس وفي عندك البوب لامار اللي كان بالـ Area 51 اللي كان يشتغل معهم وكان شغل على بوجكت أنا قرأت عنه بس بس الفكرة أنه دائماً كان يخبوا الموضوع يعني ينكلوا صحيح لما يعمل مقابل مع بريزيدنت الأمريكا أوبراكوباما ما رأيك بالـ 51 رحت عليها يضحك يغير موضوع لا يعطيك جواب صافي بس ما هو يضحك وتغير الموضوع ما كانش عندهم بس أنه يحكوا أنه أثقاتنا UFO عالناً تحس في شيء غلط وبعدين يتفجر بس ما قريت هذا الخبر غريب لا خبر رسمي أنه أمريكا أو كندا مجديد؟ أه أسقطوا UFO جس انطائر شو UFO؟ لا يكون لديك المنطاد الصيني لا لا بعد المنطاد الصيني بعد المنطاد الصيني أي محددة مهما صاحاً مطاد رجاب الصورة هل لن يتسجق بالوس UFO في أهدا نيويورك جسم غير معروف دائري أسقطنا طب أسقطت ومسكت وفحصت ماذا هو هذا؟ ماذا دائما عندما يكون هناك أحد يصور UFO بكل تسبالي أحسن كاميرات موجودة بالعالم أنت غريب أنا حاسس في شيء مثلك لا يوجد شيء مؤكد لكن لا يوجد دخان بدون دار أحسن أنه هناك أذرع في هذا العالم غريبة كيف يعني؟ هناك أشخاص يطلعون هذا الخبر لكي يعملوا لكن UFO هناك من أقدم الزمان هناك سايت نقل لـ UFO هناك الكثير من الأشخاص وليس فقط في أمريكا هناك أكرانيا في السوفيات في هذه الدول هناك أشخاص يرون يعني لا يستطيع أن يصورهم لا يزال العالم الناس ولا فيديو واضح ولا يستطيع أن يعرفوا شو أصلها طب أسقطوها مساكوها شو النتائج؟ تخيل تخيل طيارة طيارة بالهواء من هذا الصوت على شكل صاحب دائري خلال ثواني خلال ثواني من صفر ل 3000 كيلو متى بالساعة كيف تصورها؟ كيف تصورها؟ كيف تقوم بعمل سايتنج إذا هي سريعة على هذه الدرجة؟ كيف ترونها؟ هل أنت تخيل هناك أشخاص يقولون نزل طيارة كبيرة ونزلت على الشارع ونزلت على مستوى الشارع وقفت موجودين على نتفلكس ناسي أسمعهم المسلسلات وقفت أتوقف إذا هي كبيرة لماذا بدك تصدقه؟ هذا الشخص الذي عامل الدوكومنتر لأنه عامل الدوكومنتر يجاب الناس الذين شاهدوا هذا الأشياء وذين شاهدوا الأشياء أكثر من أحد في نفس المنطقة شاهدوا أشياء غريبة تشبه بعض لا تتفقوا معي بأننا في عصرنا الحالي كل شيء ممكن يجب أن نعمل هؤلاء بسبعينات؟ ماشي هؤلاء بسبعينات هؤلاء الدوكومنتر يتحدث عن ظاهرة صارت بسبعينات هؤلاء الدوكومنتر لأنه ليسوا على الطريق يجب أن نعرف هؤلاء الدوكومنتر لا يوجد أن يكون هذا هو البروجكت الذي يعمل عليه الذي يعمل يتوقع أو الـ UFO ويحاولون وكيف يطلع طاقة أكثر شاهدناه بفيلم الـ Independence Day أكثر باب لامار حكى عنها كثيرا بس بس حكوا عنه مجنون ودرنك يجب أن يشيلوا المصدقية تابعته أشعر أن هذا مجرد 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 يحاولون يشيل انتباهك عن أشياء ثانية مجرد مثل مجرد كاني ويست ورأيه في الميديا في الميديا ومين مسيطر على الميديا مجرد 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 كل الناس تعرف أن اليهود هم المسيطرين على التجارة في العالم ومسيطرين على الميديا بكل عالم أكبر مجرد الميديا في العالم بلومبيرغ كلها الشركات كلها شركات أصحاب يهود مجرد مجرد أقرأ عن هذا الموضوع ستطع لك عائلات مثل شركة بلاك 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 روكيفيلر رثشايلد يمكن أن اعرف من قصته انا مثلا this black star black rock مشرد هو المالك بالوجه في تجارة وفهمت كيف هذه اتناول بانك انها جيبي مورغان جيبي مورغان كل يهود كل يهود مثلا بانك جيبي مورغان هو شاري حصة في تويتر وشاري حصة في فيسبوك طبعاً دعونا الاستثمارات استثماراته بس استثمار يعني أنا برأي التأثير القرار بيصير بتغير لما يكون انت شاري مثلاً أعطيك مثال احنا بنحكي تويتر تويتر مفروض انه منصة للحرية الرأي مضبوط عم بتصير وإيلون موسك هيك الهدف تبع بس أنا اليوم قرأت وشال كاني وست لا مش شالي كاني كاين عامل تغريدة وجو بايدن عامل تغريدة تفاعل جو بايدن وصل 30 مليون هو تفاعله على تغريدة 10 مليون فكان كثيراً معصف عمل اجتماع طارق جداً مع الانجينيرز بس هل آتك من وين على فوربس مش عارف ايه وين بضع ناسي بس على مكان يعني بعتبره أسر بندور عليها بس خلي كميل لك القصة من شخص أنا موثوق جداً اسمه أسامة هذا الشخص بتابعه وهو له بالتقني وبشتب السلكون فالي حكى انه عامل اجتماع طارق وطلب انه بده التغريد هو بالذات تكون اكثر يكون اهتفاعل كبير دبروا حالكو فغيروا السيستم وعملوا له برايرتي خاصة إله هو حتى يؤمنها الناس انتبهوا على تويتر انه تغريدات إيلون موسك حتى لو انت بشي تابعه بطلع تغريداته بس شافوا انه الموضوعه كثير خففوا قوة تغريدة إيلون موسك فهذا الحكي بيعطيك مؤشر انه انت عندك الكنترول وعندك الكيب وعندك اذا كان الحكي صحيح بس لانه مؤخرا كثير في اشاعات على إيلون موسك خاصة إيلون موسك مضبوط خاصة بعد ما اشترا تويتر هذا الزلم اللي حكيت لك عنه حاطت البوست هو بالسيبر سيكورتي بس اخ شو موسكين سامعيني سامعك حكي سامعيني كويس لا ما بتفصل هي بتفصل الجهة الثانية أبالي اه Adrián إيلون موسك angry لأ اه اه تويت اه 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 الان ريش اه اه سبيشا مثلا مثلا اه تتويت هيا كنا نعملها بين جو بايدن تويتر قبل يومي تويتر بوستد بعد جو بايدن سوبر بول رائل بايدن سوبر بول تتويتر سوبر بول تويتر تتبه تتويتر تتغريدة بايدن وصلت 29 مليون إما تغريدة إلان موسك وصلت تسعة مليون فهيا تغريدة إلان موسك فهيا لك لا فرح إلان موسك وحكم على إنجان 80 إجنيرات يوم من الأحد يجبها يعمل على هذا البروجيكت أن تجد تابعوني ويكونوا واحدة ويوجد يعني إعني امتعامج فهو فعالي يعملون أشياء وفعالي يعملون أشياء فقط أرى هذا دائما يجب أن يتفردون عملاتهم يعني دائما أنه يهدد ما أتوقع أنه حسناً، هذا أشياء لكن من وقت هذه المعلومات كلها؟ هناك شيء يتسرّب على الأغلب ماشي اوكي وعندما نظروا هاي التويت أضع هاي التويت هو اوه 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 بس ما توقع انه كل شيء بالحق صحيح اوه 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 انا بعتقد انا من تجربتي بالحياة اوه 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 التمثيل هم الى الريبورت وال mega businesses الريبورت اوه اونه اووم اووو وبين اوه او او كده اوه انا متو bus اوه او شجع년 يكون اوه او fatto او او نستطيع مشروح فا rebellius ودفع لك فلوس بس بدك تحكي عن اهم الميزات ما تحكيش هاي الشغلات السلبية بالرفيو تبعتك فقلت انا ارفض لان اذا بدي اعمل ريفيو ويدفعوا لي فلوس وما احكي رأيي بصراحة ما كنت اقبل فكانوا يستغلوا قوتهم وحاجتك عشان يفرضوا هذا الرأي تخيل بسهولة فانا عشانك بقول لك انه بالقرارات والسياسة وبالعالم كله وين ما في قوة في قرار تغير القرارات طبعا بحسب وين في باور مثلا الاردن عندنا مديونة للبنك الدولي صح صح قراراته بكونوش مية بالمية وبفرض عليهم قرارات وهي ضريبة البنزين والاشياء كلها بتيجي من البنك الدولي عشان يحصر فلوسه بالآخر مزبوط فممكن يفرضوا عليك اشياء انت ما بدك بس عشانك مديون مديون لهم تطار تعمل بدوية ماشي هذا الكتاب دخل هذه القصة على مثلا هم بتدخل لا هم اغلبيتهم بتدخلوا باللا موضوع القصص هاي اتوقع مش موجودة ليش لانه هم بتدخلوا بالاشياء الاقتصادية عشان يحصلوا فلوسهم بالآخر هذا موضوع الشدود موضوع الشدود هذا مش موضوع بالأوردن بس موضوع الشدود هذا منتشر بكل بالعالم لا تشعر انه هناك حاول يوجد بوشباك يفرضوا على الناس على الاطفال على العالم مزبوط ليش 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 ما معرف ليش بس يعني انه هو من مبدأ انه كل واحد تحضر بحاله وطبعا الشدود مبارح ايش كان فيه بالدبي مبارح او اول مبارح اشي عالمي ايكونوميك فوروم اشي زي هيك الحكومات العالمية قمة الحكومات العالمية قمة الحكومات العالمية كان فيها ايلون ماسك حكى كلمة زوم ما كانش موجود شخصيا بس اتصلوا فيه وكذا بس فيه اتوقع شخصية حكومية اماراتية حكى كلمة كويس حكى انه القصة السوية تتكون من ذكر وقضة حكى هيك حكى هيك بالحرف طب ممتاز ممتاز والله وقاء يعني هذا الموضوع والله تعرف خلاني افكر في ابني كثير زمان كنت افكر انه بنا نطلع نعيش مع عيلتي نطلع بعيش بأوروبا نطلع نعيش بأوروبا كندا ونكون حياتنا بس السب صار يتغير التفكيرين لانا ما بدي اعيش في بيئة اتعب فيها لحتى اوصل الفكر اللي انا بدي اوصله لابني من هذا المجأ بهذا الموضوع بالذات يعني نسمع الفيديو فضع انا فضع لا بس مناش احنا بدك مقتطف ايو هات لا بس اتوقع مش هذا الشخص اللي حكى أعطاه الأسرة السوية اه كدك تطلع تعيش بأوروبا اه بس عشان انا ما بدي ابني ينحط بمدرسة ويعلموا انه انت ممكن تكون ذكار ممكن تكون انثى ممكن تكون بايناري ممكن تكون نون بايناري نون بايناري نون بايناري اشي غريب يعني اشي غريب اه وحط لك شي هير وشي دير او هذا عنده اب واب وهاي عندها ام وام انا با بدي هاي الحياة لابني بالمرة طبعا لاحظة بيضاها لا فيه ناس بقول لك ما عندي مشكلة بس انا عن نفسي بحكي عندي مشكلة كبيرة طلع الصوت عندنا على الصوت وين الصوت طالعه هناك من التلفزيون احنا نطلع من الماك من الباك بوك ممكن ولا لا بودكاست لعب شغل ما طلع اللام التنرسي دي لا ادل بودكاست تيفي لا ادل بودكاست تيفي لعب لا ادل بودكاست تيفي ماذا نعلم لعب تلوث العقول اخطر واشد فتكا من اي تلوث اخطر واشد فتكا من اي تلوث تلوث البيئي للناس التي تتوقع الفيجتيريان ايه الاسرة السوية هي الدكر والأنثى والمجتمع والدولة والمتحدين خالصة بس شو تعي تلتبعه دقيقة سيف بن زايد القمة العالم تتلوث العقوله أخضر سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان كلام صراح وواضح وواضح وصريح بدوش أي تأويل الليب شوف هلأ فيه صاروا يرودوا لأمور انت حضر بأفكارك انت استقل بحياتك انسلاخ الولد او الطفل او الملاهق خاصة هو هذا الفترة الزمنية اللي بتكون صعب على الطفل هو الولد اللي بيكون شخصيته قاعد ويكون أفكاره بدو يحاول يشوف وين هو مش عارف بأي ولاية اذا انت عمرك سبع سنين او ثمان سنين اذا انت كنت ذكر وحسيت حالك انه انت بنت من جو وفي فيلم اسمه كيف تحس المرأة وانت كيف تحس حالك انت مرأة انت كرجل كيف تحس حالك مرأة المهم فهي الولاية مش عارف بسيعطوها منات مستشفى معين بدون ما يخذ رأي اهله جنون هذا جنون يعني انا ما هاي وحتى لما تكتيجي تحكي بالحرية هذا مش حرية قمع حرية حرية وتأثير على اطفال وانا ما يقول يقول لأولاد صف اول ولا مش عارف كم عمرهم انه انت بتقدر تكون كذا بان اذا انت حس حالك انثى اه ممكن تصير انثى ايش هذا الحكي هاي مش حرية لما بالسويد صاحبي عايش بالسويد لما انت تحكي لابنك التعلم ممنوع تعلم ابنك انه شذوذ غلط ممنوع طب انا بتحكي لابنه بتعلمه لأينا انا شايفه مناسب ابني هذا صح لما تروح تزعي لابنه وتصرخ عليه بيسحبوه منك يا رجل اه انا هذا مش قدر افهمه وصارت وهاي بساية قديمة ماشي كله مرتبط مع بعض فيه بنت سورية سحبوها من اهلها سبب مش عارفه اخدوها سلموها لواحد لاثنين جاي هايشين مع بعض شابين متزوجين بعض وهم اللي عملوا الفيديو يلا بحكوا لهم متابعينهم رحبوا بفرد العائلة جديد مريم هم اي عرب لا السويد السويديين ومسكين البنت بتجنن البنت صغير بتجنن يعني عمرها اربع سنوات هاي ماي نيمز مريم انا متنت من الفيديو شو هات انا واحد ياخد ابني واطي ما بقدرش يتحمل هالترائيل مش طبيعي مش طبيعي بس مش عارف بصراحة مش عارف يعني كيف كيف عمتدشة هاي الأمور وكيف ديزني والسي او تبع ديزني والمدراء اللي شغالين على ديزني الى تأثير كبير على الأطفال لانه اغلبية الأشياء الحلوة هلأ مثلا الهيروز صيروا صيروا غيز وصيروا ريزبيان ويصيروا نان بايناري نان بايناري يعني مش محدد الجنسية مش محدد الجنس وهلا في مشاكل بأمريكا على فكرة يعرف الشعب الأمريكي مش كله مع الفكر هاي نعم طبعا اغلبيته معارضي اغلب اغلب لش في سباحة السباحة التي تحول تراث جندا صارت من شبلة بنت وفاز ببطولة سمعت طب هذا جينات وجينات رجل رجل قوة عضلية طبعا بديخ خزك جسديا أقوى من المرأة برياضة لكي لا تجد مباركة قدم بين فريق نسوان وفريق الرجال لانه مش منطق جسديا أقوى فالمهم فهذا جسديا كسباحة أقوى من أحسن سباحة بالعالم فكيدا حيث يفوز وحظل يفوز وشغلت الحمامات هلأ بيقول لك إذا واحد تازجندر من ذكر لأنثى ويجب أن يفوت حمام البنات يجب أن يفوت وفي صلاة حادثة أنه فقط يفوت لكي يفوت حمام البنات فهمت كيف مش طبيعي عالم فهمت وش كل الناس هلأ خربان هلأ 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 الحمد لله أنا من نسبلي أقول الحمد لله على نعمة الدين أتوقع 99.9 بمجتمع نحن اللي في يرفض هذه الأفكار يعني ما بحب هذه الأشياء لا أحب هذه الأفكار أنا زي كأني قاعد في تلفزيون رؤية رؤية أنا أنا أستطيع أتحدث لك عن نفسي وحوالي طبعا أنا أولي حوالي ويرفض هذه الأفكار والحمد لله تشوف أنت زي الشيخ سيف أن هيا بحكي هذا هذا كلام قبل أن أرى أنت لم تسمعها شفتها بإنستغرام أتوقع الحمد لله الحمد لله أن هناك الأسوة السوية فعلا هي أسوة ذكر أنت ونرى أنت كل النبات الحيوانات هناك أشجاء النظريات الغيز يقول لك أن هناك نوع من أنواع الحيتان أو الدولفنز لديهم شذود جنسي ولكن يسميه شذود 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 فأخير أن الحيوانات لديهم شذود جنسي وهذا موجود من أبد 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 شذود عادي ممكن تكون مسلم وشذ وأنا أرفض هذا تماما لأنه بالقرآن لما شذ القوم الله ليس رحمهم ولا قالهم لا عقبهم عقاب شديد عباه واضحة الآية شو يصير في الشخص الذي لديك لديها تأويل عالم يشرح لك أنه يشذ يكون عقاب كيف مصبوط عقاب أليم لكن لا أعرف الذي يكون عنده هرمونات من الله عنده مشكلة بالهرمونات لا أعرف بصراحة أنا لا مشكلة موجودة إذا عنده مشكلة يعني أنا أتمنى أنه أحد دكتور يقول حلول يحل مشاكل إذا هو بتألم أو ما بعرف لأن ما عندي فكرة إذا شعلت لي إذا عندك شك علي بس يشوف علاج لهذا الموضوع أما أنا لا أتجع الموضوع ولا أقف مع هذا الموضوع أبدا طبعا لا هناك تشجيع ولا نقف معه بس إذا هناك مشكلة مثل كيف حالها حالها إذا مشكلة نفسية لم صارت الساعة تسع لا لا أعرف تذكرني صح أنا أتذكر كيف صحيح عجبتك جاد الله قززتنا إذا بس مع الكفة ميت هو فعليا دهن خنزير لا لا بس صحيا مش كويس دهن الخنزير احنا كنا مؤامرات يعني أوريو وطلع دهن خنزير مو مش دهن يعني صرحت الشركة حكت يا عمي نحن صحيح في أوروبا بنعمل هيك بس الدول العربية ما بنعمل هي جاد صرحت بس دور علي فاكت فاكت تشكينج احنا حكينا موضوع مليون موضوع وفكرة ها ها حلوة البودكاست انك تحكي بكل شي سمرده بعض الناس ينتقدون انه صار في بودكاست انه اي حدا صار يمسك مايكروفون يحكي موضوع في كثير ناس عمي بس شوف خلال نجاح كورونا في بودكاست عربية هنا في فرق يحكي مقاتل ولكن في فرق واحد يعمل بودكاست حلقة تجريبية وقعد وسموه بودكاست وفي ناس مستمرين فاهم عليه القصد انه الناس تحكي انه اي واحد يفتح ميكروفون يعمل بودكاست صار يفهم كل اشي لا طبعا هو نفكي لا بس نحن نتناقش عادي نقاش هو الفكرة انا بحكي عن حال احنا شباب مش بنقول نحكي وانا محب اسأل فاهم كيف محب اشهر منسا من تتساءل ومن تتشارع ممكن ضروري احكي انا كل اشي صح ولا انت تحكي صح هي نقاش بس برضو في نقطة معينة في اشياء منفهم فيها صح انت بتخصك انا بتخصك ممكن الواحد يحكي اشياء بعرفها ويفيد الناس وبرضو ممكن يطرح رأيه ويفتح موضوع للنقاش بحيث نثري الموضوع بس ما معناه انه نفهم كل اكيد صح انا مع البودكاست بالعكس احسن احسن تروح تلف لف على تيك توك وشوف لما تحضر تشوف ايش اللي موجود وتتفاجأ لما افوت على تيك توك انا بحط اشياء قصيرة وبطلع عشان اجيب تافك على البودكاست موضوع موضوع ممكن اخذ فيديو شوي يكون ينفهم بطريقة غلط بالعمدن واخده برا عشان ناس تصير عندها شوية شغف او شوية تيك توك وحب فضول انه شوفوا البودكاست كامل بس لما افوت عليه بعرف شوية انا عكس الاستقرام مثلا تعرف انت بييلز انت مش عارف وان انت تيك توك بركز بس على شوف شو اللي عاجب البني ادم هذا الفرد هذا الشخص عاجب طبخ لحم ضلي وزنت لك طبخ لحم طبخ لما تقرف حالك بس هو مصمم بطريقة انك تكون ادكتب تكون تدمن عليه بطريقة لا تستطيع تتركه نعم بالضبع لك انت تعمل الاسوايب هاي حتى الان صغالة انا راح انا في يوتيوب يوتيوب شورتس صار روح على الشورتس شو بسموه تيك توك بسمو تيك توك يس بدنا تيك توك همو لا يتعلم تيك توك لأن تيك توك لن نازل عندي ولكن همو يعرف ان الشورتس هاي هي زي تيك توك فالصبح لم يتعلم تيك توك والناس يوتيوب فأنا بنزلهم يوتيوب كيدز يوتيوب يوتيوب كيدز مضبوط فأنا نتغلم يوتيوب كيدز ليس على سامسونج لا تيك توك تنزلهم لا العمالات لا حقا يوتيوب كيدز يتنزل قنوات تدعو للجي لأطفال تخيل أنا صدمت طب كنت لحقونا حتى هون شو هاي هاي الأخبار التي تبتقاها متأكد من لا شفت الخبر يكون على مكان رسمي ويكون من شيء إما اندرويد اثوريتي إما اندرويد أنا لا 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 هذا موقع رسمي وعدي يعني شفت في خبر حكتلك ما طلع اشي رسمي من اللي حكينا اليوم لما دورت انت لا لا بش هست دور على معلش دور على يوتيوب كيدز فيديو أباوت غي متأكتب هيك أشو بالله يوتيوب كيدز 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 أيوة غي غي بس غي فيديو أشو 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 سيئ هاي قبل 2017 لا ملناش قديم أشو هاي شو هاي يوتيوب هاي غي لا ملناش هاي برضو هاي 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 إن شوان ما يجعب فيه فيديوه سواء عددًا لتعامل لكي يومي فيه سواء هذا هو سؤال لا يجب على تجاوبيه 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 هل يقضي؟ ترجمة نانسي قنقر الاندويت بوفيليج هل يوجد 5G؟ نعم نعم اضحك 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 نا اضحك من حيث اضحك اضحك لن نحاول اضحك اضحك هذا للمشاهدة لكن هذا بالكيدز موجود دعوا الناس تشاهدون لكن هذا هو موجود ليس بالكيدز لكن هذا ما رأيته ثمانية الله سمحته لا يوجد يوتيوب لا يوجد لا يوجد فصل ماذا؟ هل يوجد فصل؟ لا لا مرحبا 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 ترى السلوغان LGBT plus and social justice videos for all ages لا لا لنذهب منكم أين نذهب منهم؟ أترك أولادنا في حالهم يعني ستة مليون لا ستلاف ثلاث تلاف والله نحن عبر بعصر العجائب في يوتيوب كيدز يوتيوب كيدز دوت 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 مد أعتقد يساعد يعطي وش أعتقد أن يساعد فيديو هل يجب أن ترى الأطفال؟ لا أعرف ولكن أنت أطفال لكي تتحكم حسنا، أين أجد هذا الكود؟ انتبه في العامة انتبه في العامة انتبه في العامة هل تعمل الانتباه؟ انتبه هل تعمل الانتباه؟ انتبه في العامة نعم الانتباه اتباه في العامة حسنا لا تعمل الانتباه لكي تعمل الانتباه حسنا إذا كنت أكتب كتبه كوير كوير أضح انتر جاب هم هاي ها شايف هاي موجودة هون اخص عليهم طلع 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 اخص I have tooth brush what does gay mean هاي اول وحدة يعني موجودش هاي فاول وحدة what does gay mean بصراحة حتى youtube kids انت هاي فتحت youtube kids وهون عندك فتح للأسف فكرت بس بأمريكا مثلا او بأوروبا لا بفتح ايو انا وحاطت انا مش حاطت BPA طلع 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 الفيديو هذا I am gay I am gay ايشي بخوف صراح احول ولا أخوت إلا بالله العلي العظيم يعني انا هذا مو بدايق بس تقدر انت مثلا هاي مبدئيا تقدر تعمل search of هاي هاي او نقطة بس يعني هو الأحسن انك ما تفتح youtube ما تفتح parents only تكنتيني ايش هاي تفتح القفل ايش بدك تتسك القفل اوكي دين ضرب 6-12 اوكي 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 دخلت على settings انت طب تقدر تحط فلتة للكلام معي مثلا يعني parentelguide هون هاي guide بس حكي انو سرجع على فوق upstairs content ستوقف ال search بتوقف هاي توقف search which is برضو سيكون create custom passcode to use parents على اغلب لا اعتقد ان تستطيع search post watch history اه اه انت فاهم اذا ابنك دخل هون وحضر مرة ومرتين ثلاث ماذا تحكيلو اه مشكلة انا 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 اشرح لما اصر ابني يفهم شوية اشرح لانه لازم كون معين تقدر يفهم لانه مش كل شي اه 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 لانه على اغلب رح يوصلوا هذا المد الهائل من ال quirs رح يوصلوا رح يوصلوا بعدين المشكلة هلأ اذا مشكلة مش باليوتيوب كدس اذا دخل عشياء باليوتيوب العادي لسه اخلع انا مش قدير نسيطر ومش نستطيع نسيطر هل ممكن هل في المناهج هنا لا لا اظن صح اذا الحكومة نظرتها هنا في الإمارات من العائلة فمعناته لا يستطيع يدخلوا على المناهج أي شيء حتى لو كانت مدرسة خاصة حتى لو كانت مدرسة خاصة لأنك أتوقع كل مناهج سابعة للوزاة الوزاة حتى لو كانت ضد القيزة أو يستحيز تفهم كيف هناك صابت أنك ضد الإنسانية وضد الله أنا مش ضد الإنسانية هذا مخالف لأفكاري لعقيدتي لتراثنا كل شيء مخالف لا يجبني مش لازم أرضى فيه أبدا ولا ما بجاملهم أنا مش ضد الإنسان أنا إنسان في النهاية أكيد ما بدي أكتله ولا بدي أضربه ولا أذي لكنه وأفكاره لا أتقبلهم تكتيج مثلا عندنا ع بلدنا أهلا وسهلا نعم ما صار بقطع بكأس العالم اطلع روح احترم من البلد جلاله اطلع وأحلى كأس عالم وأحلى نهاية وأحلى بداية وأحلى طنية بدون مشاكل والناس كلها مبسطة وما في شرب عاد مبسطة من غير حتى في واحد بريطاني صحفي يقول لك في البريطان الشرب البيرة والمباريات عندهم ثقافة منها عشرات سنين لازم دائما بالبارات يحضر المباراة مع بيرة وكذا وأغاني وكذا أجواهم فبقلك لدرجة أنه ما بقدروا يفرقوا ما بيعرفوا كيف طعم المباراة بدون بيرة فلما شافوا كأس عام قال لك نحن عاد نقدر شفت المباراة مبسطت فيها بدون بيرة وبعدين كانت السببب مشاكل من الشرب بعد المباريات كانت تصير عندما يكون مباراة بين مباراة ومباراة مبنوعة تفتح البارات هذا القانون من مباراة لأنهم يكسروا الدنيا وتهاوش ويضربوا بعض حسب من فايل حتى أثناء المباراة يدقوا بعض لأن مباراة 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 ومباراة ومباراة وحل إذا تحل صعب صعب والشخص عندما يكون ذكران صعب عشت هذا الجو كويس عشت سكر لا عشت في أوكرانيا وغير شعن يكون واحد سكر تعرف كثير من الحالات مثلا عشان ثلج هناك برد يحب الشرب كثير عشان بدفي عشان يدفي بس كانوا يذكروا لدرجة أنهم يفقدوا السيطرة بالذات خيتيارية يقعوا في الثلج لا يلمس يتجمد ويموتوا والله طب لا يمكن يرين على الإسعاف أو لا يرين لكن يلمس الطم لا يوجد كل واحد في حاله صالت شفتها أنا لم أرى شخص أنا شفت إسعاف يسحب شخص سألت الناس سألت أنه يجمد ويموت سكر ويموت لكن لم أرى هو مرمي طبيعة الحال لو شفت هيك طبيعتنا تهجب وتحاول تساعد صح؟ تحاول تعمل أي شيء ولو حاول ساعدوا أحد لأول ما وقع كان ما مات هؤل الإشكالية تصير أنهم يروحوا يشربوا بالليل بالليل لما الناس ثلج لا يظهر بقزدر بالشوارع أسف راح الكاميرا بالليل هناك في أوكرانيا بالثلج والبرد لا يوجه يطشطش ويقزدر بالشوارع زي هون لا يوجه حياة خلاص ليل ليل هل تنجح على القنوات على البلاتفورم تبعك ناس يطالب كثير بأحلة أوكرانيا أعمل هناك قناة تقنية ممنوعة أتحدث عن شيئ ثاني غير تقنية هي نظرتهم ممنوعة عمش من حط القانون هذا الصراحة أنا عامل قناتي بدي أحكي عن البطيخ اليوم جعب علي لا تحضر مثلا ومع ذلك احترمت رغبة الناس ولكن في ناس رجعوا فعملت زي تصويت مين بده أحكي عن أرجع سلسلة عالم سيزار بكل الأشياء فيها المختلفة يعني 90% كانوا بدهم على في الفيديو اللي عملته 90% كانوا رجع فرجعت فهو موضوع أنا أحب أحكي الناس بيحب القصة بيحب التجربة بيحب التجربة اللي أنا بعمله هناك فأنا شايف نحن استمر في الموضوع تجربة كبيرة سنين أنا بالنسبة هي تجربة غيرت حياتي يعني أنا قبل أوكرانيا شخص وبعد أوكرانيا شخص أخر 6 سنوات بس بغيره صديقني أنا فعلا تغير خاصة أنت تكون صغير عملا براحتها لسه خام خام يعرف شي يستحي من حاله مع أي حدا يعرف شي يدبر حاله تخيل أنا طلعت إلى أوكرانيا وقمة إنجازاتي كانت في الأردن أني من جبل فيصل رحت على عمان لحالي لماذا عمان جبل فيصل مقابل حي مخيم شدلة أني رحت لحالي على عمان هاي أكبر مشوار ورحلة قمت بها لحالي هاي قمة إنجازاتي فجأة لقيت حالي في أوروبا في الشمال البارد وينتر is coming ففعليا غيرتني الغريب إنو شنيلر مدرسة ألمانية نعم هاي شنيلر المكان أنا ساكن فيه هو مخيم منطقة نعمل فيها مخيم حطي للاجئين فلسطيني بس موجود المنطقة مش كويسة المدرسة بنت في مكان جميل في غابة عمور دخلتها دخلت دخلت اتفاجأت والله حتى في ناس كانوا نفوتوا على المسبح مسموحة بس اتفاجأت من المكان حط صورها أنا بحبها هاي المدخلها المكان مش حلو على المنطقة لكلها مش حلو بس هي منطقتها حلوة هاي صح هاي 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 لا بس هاي هاي مدرسة هاي هاي هذه البوابة فيش غير هاي الصور صح هاي البوابة ما فيش والله شكلو اي هاي انزل لا 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 انزل كمان انزل تحت ايتام ايتام وين ايتام مهندس ألماني بالحرب العالمية بنوها اه قديم هذا الموضوع احسن بس فرضو قل الشجر هناك وقل الشكل الجميل يعني على كل حال ما هو كله رايح 1860 اوف 1860 في القدس لا واتقلت إلى عمان في عدد الملك حسين الله يرحم الايتام والفقراء والمحتاجين اه صحيح كانوا يساعدون حتى المسلمين يعني مش هين المسيحيين اه اوك حتى المسلم كانوا يتدوها اغلبية المسيحية اه مضبوط بس برضو كانوا يساعدون الطلاب يعني هناك طلاب مسلمين درسوا هناك اه اوك اه السماعة بدقيتك داني توجعني شوي فزحت اه ما اعرف توجعني ليش فزحت السماعة شوي عنها بس رح ارجعها كما شوي اداني حساسة اه مدرسة شنلر انا مدرسة المدرسة درست فيها كمان المانية بجبل حسين اسمها مدرسة عمام الخطاب الشاملة جبل حسين يس مدرسة مدرسة المانية مدرسة المانية بنوها الالمان مش بابنة هي عبارة عن ابو ربا اه لابدك ايها وكل صف في الشيكايدور انت صف وقبالك الساحة فاهم كيف هيا حلوة غريبة عمام الخطاب الشاملة عند فلافل فارس اذا لا اعرف اذا تبين هون شوف صفوفها حكومية طبعا انا عيد الاسراء والمعراج ايس اه 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 شايف كيف بناء حجرة غريبة هي مداسة فيها صناعي وتجاري وشايف الصف مش قادة ايلاقي صورة تبين الصف شايف على الساحة ما في كاريدورات حلوة كثير المدرسة درست فيها توجيهي انا ذكرياتي مع المدرسة شوف كيف المدرسة مغربة مغربة غير مناظر انا سيئة وحبها وحبت ذكرها وكانت ايام سيئة ومعني كنت شاطر طالب جدا مشتهد وشاطر بس خلص ذكريات سيئة اه وحبت المدرسة وعرف انا هذه مدرسة كثيرة كان فيها مدرسة السيد بن حضير درست درست سيد درست فيها 9 سنين انا لم أحبها بالمرة ولا أحب ذكرها وذكريات كلها كانت عبارة عن إصلاحية ليس مدرسة اه شوف المناطق التي كنا عايش فيها مناطق صعبة اذا تطع منها انت كويس اه صعبة اه فيها مشاكل ضرب وقتل وزعران وتحلش دنسي كل شي مضموط وإخلاقيات نادرة قليلة تجد محمد أخوك هو قليل تتفكر ان الشخص الخلوق هو الشخص الهبيلة لا كان في ناس الهبيلة قصد بالنسب للناس انهم اهبل اهبل سيبق اهبل على بركة على نياته اه على البركة بس كان يضضبوه مين هو هذا الهبل على نياته حسب حسب الهبل شكرا مزبطين هلما دهني هلما تتفكر هلما تتفكر هلما تتفكر هلما تتفكر هلما تتفكر هلما يجب أن يجب أن أعمل ساعة 9 كل لغات سيدي شو رأيك كفي اليوم ساعة زمن هك حلوين والله حلوين يعني كان لطيفة ما كانتش يعني كفي ولا كم لا لطيفة والله حبيت يعني من كفي اليوم من كفي على أمل نعمل أحكي عن جاي بنحكي عن تجربتي أنا مع موضوع الأيتام بدي أحكي عنها موضوع بلكن قدرنا نساعد الناس يحكوا بهذا الموضوع ويعمل أشيه ونوجه طبعا تعازين الأهالينا بتركيا وسوريا واللي توفى الله يرحمه وقبل ما تتنهي عشان للناس برضو اللي بيفكر انه بس انه انت لازم تحس بالحزن على سوريا وتركيا هذا ما بيكفي انت بتقدر تسوي اشي كل حدا بيقدر يسوي اشي ببلدك ببلدك كل حدا روح تبرع معاك دينار روح خط دينار خلي ضميرك مرتاح صح دينار مش رح يكسرك يسيدي حط نص دينار نص لك ما رح يكسرك اما الناس ممكن استفيد منه ففعليا احنا بنقدر نسوي اشي احنا الناس منتقدونا ليش بتطلع على الانترنت ليش بتنزلوا فيديوهات والناس بتموت في تركيا عادي انت بتروح على دوامك صح حاليا بتروح بالدوام على شغلك احنا هذا شغلنا بنشتغل عادي صح صح بس هذا لا يعني انه احنا مش كل واحد بيقول بواجبه بطريقة كل واحد اه مش لازم نحكي كمان والله انا عملتك بس انت بتقدر تعمل اشي صح صح واذا انت فعليا حاسس بمأساة الناس اللي هناك قدم تبرع قدم بتقدر يس اذا انت ما بتقدر تتبرع انصح واحد عنده قدرة يتبرع عشان اليك الاجر ان شاء الله جينا انه الاجر عام ان شاء الله فروحوا يا اخوانوا اعملوا التبرعات اللي بتقدروا عليها الله يكون بعونهم الله يكون بعونهم فيهم ويرحمهم امين يا رب شكرا جزيلا شكرا شكرا باي باي